السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى الله واصحابي يا جميل. ازايكم يا حبابي قلبي? عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. وكل سنة وانتو طيبين. وده تاني موسم كده زغانتك كده محندق. جايب من عند اختي البنتي. جايب هولا كده زي ما انتو شايفان الشنطة مكتوبة عليها رمضان كريم. الشنطة الوحدة يا طحفة. وجايبها لها مقارونة. جايبها لاربعة كياس مكارونة. واربعة كياس رز. قدراتي بنتي هتطلعهم واحدة واحدة. طبعا زي ما قلت لكم في فيديو اللي فات. اللي هي بتصور في بيتها وانا اللي بمنتج. جايبها لنا هي المكارونة اللي هي بتحبها بردك. احنا لنا في الكل واحد دي اكل كده حتى في المكارونة لنا حاجات معينة كده بنحبها. يشاهد بسرعة بسرعة يلا عشان ما انتواش الفيديو. بص يا جماعة والله اللي اهم من من حد يجيب اكل او شرب او حاجة جبر الخواطر دي بتبقى حاجة كويسة جدا. حتى والله لو لو بمكلمي التلفون. جبر الخواطر دي بتبقى حاجة كويسة. ربنا يا رب يعود علينا الايام بخير يا رب. وربنا يرزق كل مسلم. انا مش عارفة اقول ايه صراحة انا بحبش الفيديوهات اللي بتتمنتج ويتحط لها سوف بحب بسرعة على طول في الفيديو. وجايبها لها سكر. اتنين كيلو سكر. استنوا لأ هو كان اتنين سكر واتنين رز كده. اتنين رز واتنين سكر واتنين مقارونا على نصوص. اللي اهم من ده كله بقى واللي فرح بنتي اوه وعجبها. مش الرز والمقارونا والسكر. اهم حاجة من العروسة. اختي سبقتني. اخت الصغيرة وجابت لها العروسة. بيتغني رمضان. آآ سبقتني اختي في كل حاجة. يعني انا لسه اصلا ما جبتش مسلم لبنتي. لسه ما قدتلاش المسلم بتاعها. بصي العروسة دي في مهونها شكلين. آآ لابسة لابن لابسة بني. فهي جابت لها لابسة بني. اهي العروسة. بنتي فرحانة بالعروسة اكتر من اي حاجة. طبع انت عارفين الحاجات دي. بتفرح اي حد. حتى علالة وكبير بتفرحه. مش بتفرح الصغيرين بس. هي وسمت اعدالها شعرها. والعروسة دي يا جماعة بتنور. هي قالت لي جربتها بعد ما خلاص الفيديو بتنور وبتغني. ويبترق اسكال.